كل الساعات الطويلة التي قضتها لارا في الجد والاجتهاد حققت لها في النهاية المرتبة الاولى بمعدل مئة بالمئة في امتحانات السالس الابتدائي ماذا بالمئة مرور حبيبتي مرور نجاح هو ختام مرحلة دراسية لكنه بمثابة انطلاقة جديدة في حياتها الدراسية كلها فرحت بالنتيجة فأنا من ضمينة جدت من صدمة قلتها معقولها غفاين مونة تيجتي يعني ما جدت من انتخيلتها معلمات من بدات المدرسة توقعوني انه انا الاولى حتى على المحافظة قالت ان شاء الله طلعين الاولى فأنا قلت لهم ان شاء الله اطلع الاولى طموح لارا الاستمرار على التفوق في المراحل الدراسية المقبلة للوصول الى امنيتها في الحصول على شهادة الهندسة المعمارية دائما على الدرجات اخذ دائما انا على الدرجات حتى بالمدرسة متعودة انه انا على الدرجات دائما تكون اليها انا طموح بالمستقبل ان اكون مهندسة معمارية عمود اخدم بلدي وانه هاي وظيفة كلش حلوة كلش عاجبة من انا صغيرة مظاهر الفخر والسعادة تغمر العائلة التي تتحدث عن مسيرة ابنتهم واهتمامها بدراستها باصرار ومثابرة تميز والدرجة اللي اخذتها بنتي حقيقة درجة تستحق الفخر ودرجة تستحق السعادة شعور لا يوصف حين ترقبنا نتائج الصف السادس خلال اليومين السابقين وبالتالي طلعت النتيجة والنتيجة الحمد لله وشكر كانت درجة كاملة هي معدل كامل معدل مية ولله الحمد هذا طبعا جاء نتيجة المتابعة المستمرة نتيجة الدراسة منالها ان تفوق وان تستمر لحد ما تطمح به وان توصل الى مستواها وطموحها بالمستقبل انها الخطوة الاولى باتجاه مسيرة علمية يتمنى لارا وذوها ان تكون مكللة بالتفوق والتميز للفرات ليث صلاح الديوانية